انا بحب اشكر بنات العريش. شايفين؟ بنات تفتح القلب. العريش فعلا بلد جميلة. انا عايز نتكلم عن العريش. نتكلم عن الجمال العريش. العريش فيها ايه؟ فيها ايه؟ الناس تقول له تعالوا. انا عايز الفكر ان انت كانت في فرصة دلوقتي بتوجيها لكل البنات على مستوى العالم كل. تحب تقول له ان ايه؟ اي واحد؟ ايه اقول لهم العريش دي ايه ايه ارض الفيروس. اه فيها حاجات كتير حلوة. يعني مسع البحر. الاماكن الثقافية. قولي بقى انت دورك ايه؟ انا امين. انت اسمك ايه؟ لا انا اسمي جنات. امين. امين امين ايه بقى مكتبة؟ لا انا امين المدرسة. المدرسة. اه. طيب انت لبس التاج لبقى؟ اه لبس التاج عشان انا امين. انا انا نشاطي علمي. ايوا. واول حاجة دخلنا المسابقات اول حاجة على مستوى العريش وفوزنا وخدنا مركز اول وبعد كانت اهلنا محافظة وفوزنا وخدنا مركز اول وتأهلنا جمهورية. اللهم صلى على النبي. السؤال اللي انت الناس كلها كانوا متوقعين هو يكون صعب بس انت بالنسبة لي كان سهل. في المسابقة. لا هم كلهم كان سهل. سهل. الله هو اكبر. ادي كل حاجة عالتك سهلة. انا اه مقرر علمي. بس يا مسابقات اه اول طلبة انا اللي بكون مشروفة عليهم. وايس. والمبتكر الصغير انا اللي بيكون انا المبتكر الصغير بعمل حاجات عشان علمية. بس. بس. انتو كم مدرسة مؤتبرة الموجودة هنا معها. كم مدرسة. بس سعيد. بس. انتو بس تلاتة من المدرس بتاعكم. تلاتة. كل دول. الله هو مصلى على الله. الله هو اكبر. الله هو. بس انتو مقال ايه. اللي بسيني التاك بقى. انا زيد نشرف يا بنتي. انا عندي بنات زيكم. فانا نفسي بناتي يبقوا زي حضراتكم كده. وتبنى ان انتو بفضل الله تكونوا اضافة في المستقبل للبنت السينوية. البنت العريشية. ان انتو تعملوا حاجات كويسة جدا. اه لأهل بلدكم. انتو نفسك بحاجة يطلعي ايه. الله هو عبر. يعني عشان كده السينان بسم الله ما شاء الله. وانتي. سفيرة. ده اكيد نوعا. انت لازم تكوني سفيرة للنوال حسنة. وحضرتك. دكتورة أهل. دكتورة أهل. كمان. انتو مختارة المشرة تيبقى مع المستارة. ربنا نخليكوا بناتي. في ناس كتير جدا. ما كانتش تعرف العريش قوي. ويا السيدة المحترمة السينوية او سيدة العريش. تحب تقولي ايه للعالم كله؟ اقول للعالم كله تعالوا شوفوا سينة والعريش. لازم تيجوا تشوفوا سينة والعريش. سينة بقيتش يعني بقيت زي احسن بلد في الدنيا. يعني بلد جميلة. بلد جميلة وخدية ونسها جميلة. واحنا محتاجين انكم تيجوا ننشط السياحة تاني من اول وبديد. أه سينة تغيرت مجدد. كل سواء المنتقيمة يا فندل. عرفين نفسك يا فندل. الحياة الرجاد من العريش. اه سينة يا فندل. واسيادة يا فندل. صفاء سلمانة في الساعة اكتماعية مدرسة فاتن الظهراه. انا اصلا من القاهرة بس انا من قامة مهمة من سين جدا. قالي جاي هيا قراص يبقى ر فيها يا رب دي مصيحة واستيسا طبعا انا مبسوت انا جيت هنا العريش اه كنت جاي بفكرة معينة بس لقيت ان الورج اها لا اختلفت 180 درجة بس الاول حادرتك منورنا فصراحة ده النزاد مشاهدة ولي يعريش منورنا فصراحة ربينا يا خليف يمكنك يقول لديها فرحة بجد بيكم طب تحبي تقول إيه بقى لكل السيدات اللي على مستوى العالم تحاربين عن العريش علوم العريش دي بصراحة حتة من الجنة بصراحة ونقى يعني دو موجود في العريش والسيدات اللي هنا يعني إغلابيتهم مكافحات من زمان قوي يعني من أيام التطريز البداوي والليبيان دي كلها الكفاح من منذ الصغر يعني إلا أنه بتعلمت بقى دلوقتي وبقيت دكتورة وبقيت مهندسة وبقيت وبقيت حاجات كبيرة دلوقتي ساعات يجي لك طفل أو طفلت ويقولك إحنا عايزين نخلي الناس تعرف يعني إيه العريش تحس بيه؟ أكيد طبعا هو قليل لما بنت عايزة كده بس دلوقتي على السوشيال ميديا والنصور والنات والحاجات دي بقية تطور كل حاجة بينا ننزلها على صور طبعاً الوقت اختلف الثمانية من البنات دلوقتي اللي ما تظهر العريش فعلاً ظهرت بصورة تانية جميلة جداً بلد العريش فعلاً فعلاً هي بلد أنظف وأهدى وأجمل مناطق كلها نعيش كده نعم العمر دي أليد انتغيين تعالى اتكلم طيباً حاجات كبيرة إذا أقول اللي أنا اسمي اسمين علاء سليم من مدرسة فاطمة الزهراء وأنا انبسطت أولاً عاربتك وحضرتك لما جات نورت العريش وأهلها كلها نورا بيك حضرتك العريش دي بلد جميلة جداً ودي سيناه أردنا كلنا طيب يعني ايه أرض الفيروس؟ الأرض المليئة بالجواهر والمعادن المقيمة والمعادن المصرية أنا أحب أقول لكل واحد يعني تعالوا مصر تعالوا مصر مصر حلوة زي ما ربنا هل في القرآن الكريم يدخلوا مصر إن شاء الله أمينيه التلفزيون غير المعنى الضحة اللي هو إن إحنا جايبينها جمال وبدل لا إحنا ناس طمعية زي الناس ومفيش فرق بين بدوي ولا حضري كلها شعب واحد كلها خواهد كلها خواهد ومدر واحدة سواء كان مسيح أو مسلم رفعاً أحب أقول لهم إن ييجوا العريش وكده ويشير فترة إن هي كلها جمال وناس بدوية وكده ويعرف إن هي بلد حرية مش بلد داية أنا بحب أشكر بنات العريش شايفين؟ إن شاء الله إن شاء الله بنات تفتح القلب العريش فعلاً بلد جميلة وسينة كمان وطلبة متفوقين وجد هنا مخصوص المكتبع عشان أقول لهم ربنا يخليكم ربنا يخليكم ربنا يخليكم ربنا يخليكم شكرا